استقبل سامح شكري وزير الخارجية رئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 استقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ فرانز تيميرمانس وأجرى الجانبان مشاورات موسعة شاملة لاستعدادات لكاب 27 والقضايا ذات الصلة فضلا عن آليات تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحاول المناخي العادل مع التركيز على القارة الإفريقية كما ناقش الجانبان أفاق تعزيز أطر التعاون التنائي والإقليمي بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومرنة وخالية من الانبعثات كما اتفقا على تعزيز التعاون ودفاع عن العمل متعدد الأطراف وعدم ادخار أي جهد لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر كاب 27 الذي تصطديفه مصر